السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء العزاء طلاب الصف الثالث السنوي النهاردة بإذن الله هناخد مراجعة الكس The Presonate of Xamarin 6 فصول المقررين هناخد كل يوم شابتر النهاردة بإذن الله السبت في خلال 6 أيام هنكون مخلصين الكسة بحال أتمنى المتابعة أتمنى المذاكرة أول بول عشان نحقق الهدف المرغوب من المراجعة نبدأ هنراجع الشابتر من خلال Exercise وإحنا بنحلل Exercise هنفتكر مع بعض كده أهم أحداث القصة نبدأ كده أول جزئية True the correct answer A, B, C, R, D Why did Radolf decide to stop at Zinda يعني لماذا قرر راسندل أن يتوقف في مدينة Zinda يطرى علشان He wanted to see the castle عشان يشوفي الألعة يطرى علشان The coronation was there التطويق هيحصل هناك ولا يطرى He wanted to meet his friends there عايز يقابل أصدقائه هناك ولا علشان All the hotels were occupied عشان كل الفنادق هناك كانت مزدحمة طبعاً هو لما أرى أن التطويق جهب بعد يومين وليس في خلال ثلاثة أسابيع ساعتها خمن أن كل الفنادق الموجودة في مدينة ستفلسها وهتبقى مزدحمة وبالتالي من الأفضل أن ينزل ويقيم في مدينة Zinda إذن الإجابة صحيحة هي Number D The hotels were occupied Number 2 Number 2 What news did Radolf read in the paper? الخبر اللي أراه Radolf Rassindel في الجريد يطرى The king's coronation was delayed ولا The king's coronation was cancelled ولا The king's coronation was after two weeks ولا All the hotels were full الخبر اللي أراه Rassindel أن التطويق جهب في خلال يومين وكل الفنادق تبقى مليانة وبالتالي الإجابة الصحيحة تبقى All hotels were full Number 2 At the Ruritanian border The guard is where very space to see Rassindel إحساس الحراس إيه؟ اللي على الحدود لما شافوا رده الفرع صندل Happy Friendly Angry Astonished طبعا كانوا Astonished يعني مندهشين Number 4 The king was staying at space before the coronation الملك قبل التطويق مباشرة كان بيقيم فين؟ يطرى At the hunting luge At the palace At the castle At the mansion طبعا مايكل أخوه كان عزمه وكان بيقيم في ال hunting luge إذن الإجابة الصحيحة إيه؟ مايكل كان عارف أن أخوه بيحب صيد وعشان كده استغل النقطة الضعف ديت وعزمه يقيم في hunting luge الموجود في غابات زنده جزئية الثانية أولاد بيقول Answer to Of the following questions في المتحام بيجي لك ثلاث أسئلة بتختار منهم اتنين طبعا يا بيت تجاوب على ثلاث أسئلة وطبعا بنختار إحنا أحسن الإجابة طيب Number 5 Why do you think Rassindl is multilingual؟ السؤال معناه لما ستعتقد أن Rassindl كان متعدد اللغات Rassindl كان متعدد اللغات Multilingual معناه متعدد اللغات الإجابة طبعا Because he can speak five languages إجابة بسيطة وسهلة خالص أي حد يقدر يقول Because he can speak five languages دي إنه يستطيع أن يتحدث بخمسة لغات عايز تقول الخمس لغات أي هما ما فيش مشكلة عايز تقول He can speak French Spanish Italian English English and German ما فيش مشكلة لا قلت He can speak five languages with kit ما فيش أي مشكلة بتاخد الضركة Number 6 Why do you think the woman wasn't interested in what happened in the streelso? لماذا تعتقد أن السيدة المقصوبة السيدة هنا the woman اللي هي the innkeeper أو the owner of the hotel ليه بتعتقد أن السيدة صاحبة الفندق مكادش مهتمة بما يحدث في استرلساوي العاصمة في ذلك الحين اللي إجابة طبعا because she was supporting the duke and wanted him to be the king لأنها كان بتدعم مين؟ دوك مايكل and wanted him to be the king يعني عايزة كتعايزة تبقى الملك هي مكادش بتدعم الملك خلص هي كان بتدعم دوك مايكل Number 7 What does the innkeeper think of the king and why? نفس الإجابة هنقول The innkeeper أو the woman supported the duke She didn't support the king She thought that She thought that he loved eating and hunting and he had bitter stay at the hunting luge كابتول كده أحسن ليقعد في الhunting luge ها أعلى إنه بيحب الأكل والإيه والصيد شعايزة يبقى الملك عايزة أخو مايكل يبقى هو الملك She wanted Michael to be the king She didn't support the king Test 2 Chapter 1 A Choose the correct answer from A, B, C, or D What lies Did Rasindel tell Rouse Before his journey إيه الكتب اللي كتبه راسندل على روز قبل الرحلة طبعا قبل الرحلة إلى بوريتانيا كدب قال لها إيه قال إن He was going to بوريتانيا ولا He was from an important family ولا He was going walking in the Alps ولا He accepted the job طبعا هو كدب عليها وقال لهم إنه رايح رحلة في منطقة القلب عشان يكتب كتاب عن المشكلات الاجتماعين To write a book about social problems دي الكتب اللي كتبها راسندل Number 2 راسندل hadn't been lazy all his life because راسندل عمر ما كان كسول طول حياته لأنه عمله He used to play tennis He had some skills His hair was red He spoke German well طيب راسندل ما كانش كسول لأنه كان بيتعلم مهارات كسيرة نعفين إنه He was good at riding horses and using guns مش كده He could speak many languages five languages وعشان كده He had some skills هي الإجابة الصحية Number 3 Why did Radolf decide to walk in the forest of Zend لماذا راسندل قرر أن يتمشى في غابة Zend يطرى to see the haunting luge ولا to see the king ولا to see the end ولا to see the duke بصند القرر يا جماعة إنه يتمشى في الغابة عشان يشوف الملك طبعا to see the king كمهتم قوي قوي يشوف الملك خاصة بعد ما سمع إنه شابه يبقى to see the king Number 4 The owner of the end doubts that's the duke and the king صاحبة الفندق بتشك إن الدوك مايكل والملك Our enemies أعداء Our half brothers أخوات غير أشقاء ولا can be friends ممكن يكونوا أصدقاء ولا our relatives occur هي قالت إنها بتشك في إن الملك وإني الدوك مايكل يكونوا إيه أصدقاء طبعا طبعا because they want is the same thing both of them wanted to be the king جزء اللي بعدها answer to of the following questions Number 5 In your opinion was Roos right to be angry with Radolf Rassendl هالروز كان عندها حق لما غضبت من Radolf Rassendl ها أخو جزءها سلفها Why why not الإجابة طبعا I think she was right Roos was right to be angry with Radolf Rassendl because he spoke proudly of his family He posted آه كان بيتكلم بفخر ها posted كان بيتباهى بأسرته He was speaking ها proudly of his family He was posting دي الإجابة الصحية Number 6 Why do you think Radolf Rassendl lied to his family about where he was going ليه بتعتقل ننا Radolf Rassendl كذب على أسرته بشأن المكان اللي كان مسافر أو زاهب إليه طبعا الإجابة I think Radolf Rassendl was a private person He didn't used to tell anyone where he was going He didn't used to tell anyone where he was going هل تعتقد ان شخص مثل رسندل كان جاد بشأن حياته الحياة أم العمل؟ راجل ينتمي الأسرة سريعة في اعتقده ويعتقد ان مش مهم انه يشتغل لا داعي للإيه للعمل ودائما بيحب الحالة البسيطة السهلة He liked the easy life Test 3, Chapter 1 Choose the correct answer from A, B, C or D Number 1 What did the times say about the coronation? ماذا قالت جبيدة times ودي جبيدة انجليزية ماذا قالت عن التتويق قالت it would be in the next 3 weeks ولا 2 weeks time ولا 2 month time ولا 2 days time طبعا الجبيدة قالت ان ال coronation هنبقى في خلال كم ازواء ولاد في خلال سلاسة اسابيع طبعا هنبقى in 3 weeks time دي الإجابة الصحية Number 2 Robert said that space is the best way to get into politics Robert يا جماعة أخو بصندل قال ان traveling to Mauritania ولا writing a book ولا walking in the alps ولا studying German is the best way to get into politics طبعا رأي روبرت قال ان writing a book طبعا is the best way to get into politics كتابة الكتب هي أفضل طريقة لدخول عالم ونجال السياسة Number 3 rose was annoyed when radolf rassendl spoke about rose اضايق وغضبط لما rassendl اتكلم عن his brother, his skills, his education, his rich family اللي جابة صحيحة his rich family Number 4 Contis Amelia rassendl married the member of that space of the rassendl of rassendl of rassendl and tunites elf perks طبعا ستألف 1733 زي ما تألف الأحداث القصة الستة أماليا رassendl تزوجت من أحد أعضاء الأسرة الملكية اللي كان اسمهم ايه بزبط the elf perks they are the royal family in ruritani number 5 answer to of the following questions number 5 rassendl's visit to france was fruitful discuss السؤال ده معنى يا ولد معنى ان زيارة رassendl إلى فرنسا ها لأن احنا عارفين أنه أقام ليلة في باريس بناء على نصيحة عم ويليام الزيارة ديت يا ولد ها كانت مثمرة ومفيدة fruitful هنا بمعنى beneficial discuss ازاي طبعا احنا عارفين ان رassendl met his friends bertram bertrand and george featherly in paris and they told him important information about duke michael and the madame antrini diomoban and the king of rittani فطبعا كات المعلومات اللي قاله هالو فعلومات مفيدة جدا كخلفية للأحداث اللي هتحصل بعدك number 6 if you were a rassendl would you stop at zinda or complete the train journey to the capital لو كنت مكان رassendl كنت هتنزل في zinda ولا هكمل رحلتك الى العاصمة and why طبعا لو انا مكان رassendl كنت هعمل زي ما عمل رassendl طب يا طبعا هو رassendl عمل ايه رassendl نازل في مدينة zinda لان كل الفنادق اللي موجودة في استرلسو العاصمة كانت مزدحمة اذا الاجابة هتبقى ياولاد هقول if i wear a sandal i would stop at zinda because all hotels in استرلسو were occupied number 7 رassendl's position in society would important do you agree why why not وضع رassendl في المجتمع كان مهم هل تتفق على ذلك ام لا الاجابة طبعا yes i agree ايو انا موافق because rassendl's brother was lord بيرلزدون اخو رassendl كان lord بيرلزدون رئيس مدينة بيرلزدون and his sister-in-law ما بينكم سين كده روز رات اخو was a contest so rassendl had an important position in society test 4 chapter 1 choose the correct answer from a b c or d number 1 what did ruse blame radolfo for روز يا جماعة لم ترسندل عليه for being active for not doing anything useful for working in an embassy for being a strong sourdest man الاجابة صحية يا ولاد لميتوا عشان for not doing anything useful عشان ما بيعملش اي شيء مفيد number 2 what is the reason that رادول فرسندل gives for being lazy المبرر اللي قدمه رادول فرسندل عشان هو كسول he comes from an important family he doesn't have a good job he never helps in the house he never wants to travel طبعا الاجابة صحية يا جماعة مبابي بأنه كسول هو إنه he comes from an important family number 3 what special event is going to take place in ruritania إيه هو الحدث الأبرز المميز اللي هيحدث في مدينة ruritania there will be a war new king new duke wedding طبعا الحدث الأبرز إنه في تتويق وبالتالي there would be new king number 4 space invited rassendl to stay with his family in esterilso من اللي ذعب صندل وعزم يقعد مع أسرته في سترilso ها the king the duke johan hall سابت طبعا الذعب صندل يقعد عند أخته يوم التتويق أكيد johan أو johan hall answer two of the following questions number five why do you think rassendl has agreed to work with sir jacob at first لماذا rassendl وافق على أن يعمل لدى السيد jacob sir jacob at first في البداية طبعا ممكن نقوم على السؤال ده بأكتر من طبيعة ممكن أقول because he wanted to please ruse عايز يرضي ruse مرة أخو دي إجابة الإجابة التانية he didn't want ruse to think that he was lazy مش عاوي ruse تفكر أو تعتقد أنه هو كسول عاويزها تغير بوجهة نظره عنه نظرها عنه الحاجة التالت أو الإجابة التالت because the job was interesting دي إن الوظيفة نفسها أولاد كانت وظيفة ممتعة من الآخر عرض ما يطرفتش number 6 do you think Radolf Rasendil was lazy why why not الإجابة طبعا I don't think Rasendil was lazy لا Rasendil ما كان شي كسو تريخوا بيقول كده because he studied at German school and university because he had a lot of skills because he can speak different languages فطبعا المباررات دي كلها بتقول أنه راجل مش كسول ولا حاجة بس هو كان مستني الفرصة مستني فرصة أن يعمل عمل يليغ بي مش أكتر he was waiting for a good job opportunity I think number 7 Rasendil treated the rules in a clever way Rasendil يا جماعة Rasendil عمل روز بطريقة ماهرة do you agree why why not من خلال الحوار اللي ضر ما بين روز وRasendil I think Rasendil treated the rules in a clever way التعامل مع روز زوجة أخيه بطريقة ماهرة yes because he could satisfy her he could please her by accepting his job قدر يهديها ها وقدر يقنعها وخلاها ترضى عنه لأنه قبل الوظيف test 5 chapter 1 choose the correct answer from A, B, C or D number 1 why did Radolf Rosendil promise to accept the job with Saif Jacob to please ruse to annoy ruse to insult ruse to tease ruse طبعا الاجابة to please ruse number 2 it's Radolf Elfberg's right to become a king as he is the older is his father's favorite hazard is to marry Flavia من حق طبعا Radolf Elfberg or Radolf الخامس يبقى الملك لأنه طبعا the older yes he is the older son number 3 the king was in Zinda because he was invited by Flavia invited by Johan invited by Michael invited by Sapt الملك كان يقيم في Zinda في Hunting Lodge لين مال كان عزمه أكيد طبعا invited by his brother أو half brother Michael number 4 when Rosendil met Sapt Fredz and the king they were all surprised because he كلهم كانوا مندهشين ليه he was wearing distinctive clothes كان لابس مميزة يعني was making strong noise strange noise عمل ضوضاء غريبة was eating hungryly كان بيأكل بفجعة looked exactly like the king طبعا كلنا في الإجابة because he looked exactly like the king number 5 how do you think Rosendil made Rose give up her thinking that he was lazy إزاي Rosendil ها خلى Rose تتوقف عن تفكيرها ها فإن هو كسور طبعا Rosendil إحنا قلنا was clever الاجابة he accepted the job he accepted the job إبلي الوظيف to please to please his sister in law عشان يرضي أخده number six do you think Rosendil was a secretive person هل تعتقد إن Rosendil كان شخص كتوم how do طبعا لجابة yes I do Rosendil was a secretive or private person because he didn't tell anyone where he was going أو بطبعة تانية he didn't tell anyone about his destination number seven if you were the king لو كنت مكان الملك would you stay at the duke's hunting lodge before the coronation لو أن مكان الملك كنت هتقعد في hunting lodge في منزل الصيد بتاع duke michael قبل التتويق why why not الإجابة طبعا no I wouldn't لا طبعا ما كنت شاعد في hunting lodge I would prepare for the coronation I would prepare for the coronation myself by myself طبعا كنت ها أجهز لتتويق ب بنفسي مش شاعد في الغ بعد أصطاد لا طبعا كان شي صح إن الملك يعمل كده test 6 chapter 1 choose a correct answer from a b c or d johan offered russendl space to stay at his sister's house to buy him a train ticket to take him on his horse to be the duke's guest طبعا johan أو johan عبض على بصند ليا جماعة yes to stay at his sister's house إنه يقيم في منزل أخت كلام ديو من تتويق number 2 according to space russendl stayed in paris for a day طبق اللي من يا جماعة uncle's william's advice his brother's advice roo's advice robert's advice من اللي نصح رussendl إنه يقيم ليلة في باريس طبعا عم ويليام his uncle william's advice number 3 russendl took uncle william's advice and عمل بنصيحة عمه ويليام وعملي visited france spent a night in paris visited britannia stayed in a hotel عمل بنصيحة عمه فعلا and he spent a night in paris number 4 russendl said he was going to write a book about space problems in the country قال إنه يكتب كتاب عن إي يا جماعة مشكلاتي لإيه political, social, musical, economic طبعا about social problems مشكلات الاجتماعي مش هي السياسية ولا الموسيقية ولا الاقتصادية لا social problems وطبعا قلنا it is the best way to get into politics answer two of the following questions number five the owner of the end thought that duke michael and the king were not good friends do you agree why why not صاحبة الفندق بتعتقد ندوك مايكل والمالك أخوه ها ليسوا أصدقاء طبعا why do you agree الأول yes I agree بصراح أنا موفق الست صاحبة الفندق في النقطة دي yes I agree because both of them wanted to be the king هذه الإجابة المختصرة because both of them wanted to be the king number six was Ruth right to stop at Zinda why why not number six was Vassendil right to stop at Zinda why why not هل رسندل كان عنده حق لما توقف في Zinda I think رسندل was right to stop at Zinda because all hotels in Israel were occupied number seven what do you think of Robert رسندل and why إيه رأيك في روبرت رسندل طبعا الإجابة I think رادولف رسندل was a good person he is the hero of the novel he had a lot of skills he was well educated he studied at German school and university he could speak five languages كل الكلام ده يا جماعة أي كلام هقوله عن رادولف رسندل هو يمسي الرأي خلاص test seven chapter one true the correct answer from A, B, C, R, D how is Robert different from رادولف رسندل Robert has many languages responsibilities red hair a lot of money طبعا إزاي Robert بيختلف عن أخويا جماعة طبعا الإجابة in Robert has responsibilities he was lord number two unlike يعني بخلاف the hotel owner have older daughter likes بنت صاحبة الفندق بتحبي مين aren't you need the king the duke max holf اللي جابه طبعا the king number three thinking that he is his base رسندل doesn't think he needs to work معتقد أنه إيه رسندل ما كانش بيعتقد أنه مش محتاج يشتغل عشان he was أو is well educated lazy will see enough not responsible الإجابة طبعا will see enough عشان هو ثابي بدرجة تخليه ما يشتغلش will see enough number four Bertrand Bertrand was a famous space كان شغال يا جماعة journalist in England journalist in Ruritania journalist in German journalist in France طبعا برتران برتران دا كان صاحب رسندل وكان صاحفي في فرنسا يبقى journalist in France answer two of the following questions number five do you think that Robert was proud of Amelia رسندل why why not هل تعتقد أني Robert كان فخور بأماليا رسندل الإجابة yes I think so because he had all hair paintings on the walls of his house he had all hair paintings كما علق كل لوحاتها on the walls of his house على قدران منزلو فكان فخور بجدته أماليا رسندل التي تزوغت في الأسرة المالكة في Veritania number six why do you think Duke Michael was his father's favorite son ليه بتعتقد ها أني Michael كان الابن المفضل لأبو طبعا الإجابة بتاع السؤال الأولاد طبعا ما تقاليتش بس ممكن نخمنها هين ليه المالك كان بميال أكتر لمايكل الإجابة طبعا I think because he was the young younger I think because he was younger أو the younger son لأنه كان الابن الأصغر مجي أو because he had the qualities of a king عشان مثلا يعني عنده الخصائص اللي بتؤهله أنه يبقى ليه المالك إنما الحق طبعا كان مع المالك الإبن الأكبر اللي هو رادولف الخامس أو رادولف الفبارك to be the king number seven why do you think johan was surprised when he saw rassendl ليه بتعتقد أن يوهن أو johan كان مندهش لما شاف المالك لما شاف رassendl طبعا أي حد بيشوف رassendl بيبقى مندهش يا جماعة الإجابة واحدة الإجابة واحدة إيه هي أقول بيكوز رassendl looked exactly like the king لأن رassendl شبه المالك تماما تست 8 chapter 1 تست 8 أقول from ABC or D number one في باريس رassendl في باريس رassendl قبل من يولد أنتونيت دي دوك روز جورج أم بيرترام طبعا الإجابة جورج أم بيرترام قبل أصدقاء جورج وبرترام بيرترام number two what was remarkable about the elf perks إيه اللي بيميز elf perks many of them have بيمتلكوا straight nose and red hair short nose and red hair wide nose and red hair big nose and red hair الإجابة طبعا straight nose and red hair number three رassendl was the space one to have the appearance of the Britannian royal family راسندل was the first the second the third the latest طبعا كان آخي بواحد بيمتلك السمات اللي هو الشعر الأحمر والأم في المستقيم طبعا the latest number four where did راسندل stay during his first visit to Britannia in a large hotel at a small inn in the castle in the hunting lodge راسندل يا جماعة كان بيقيم أثناء زيارته في لزندا كان بيقيم طبعا in a small inn أو at a small inn في فندق صغير answer two of the following questions number five if you were the inn owner would you support the duke or the king and why لو كنت مكان صاحبة الفندق كنت هتدعم مين الدوك مايكل ولا الملك طبعا بالنسبة لي if I were the the inn owner or the innkeeper I would support the duke because he promised people a better future لأنه كان بيوعد الناس بمستقبل أفضل he lived among people he cared about them عيش وسط الناس بيعتني بيهم number six what do you think helped رسندل to make up his mind to travel to Rorytania طبعا اللي خلى رسندل make up his mind معنا decide decide يقر اللي خلى رسندل يقرر أن يسافر إلى Rorytania يطبع لي طبعا I think رسندل decided to travel to Rorytania to attend the coronation because there was a relation between the رسندل and the Elphiburgs قرر يسافر الريتانيا عشان يحضر التتويج لأن في علاقة أو أراضة ما بين عيلتهم اللي هي عيلة رسندل وعيلة Elphiburgs اللي هي الأسرة الملكية في الريتانيا number seven why do you think رادولف fell into a deep sleep easily رادولف هو في الغابة يا جماعة رادولف رسندل نم بسهولة ليه طبعا الإجابة I think because he was tired after a long walk كان تعبان بعد المشوار أو المسافة الطويلة اللي تمشه test nine chapter one to the correct answer from a b c or d رسندل didn't tell george that he was going to روريتانيا because he didn't معالش الصديق جورج إن رايح روريتانيا لي أولاد he didn't want to take george with him ولا go there before ولا wanted until you need you مبين know that ولا want the news to be in the news paper نحن عارفين إن جورج صاحبه كان بيرترام بيرتراند وطبعا بيرترام بيرتراند was a journalist كان صاحفي فممكن جورج يقول لي بيرترام والخبر على طول ينزل في الصحف والجرائض فالإجابة الصحيحة يا جماعة تمام هتبقى wanted the news to be in the news paper number two what was unto you need you مبين known for have beauty and happiness have poverty and ambition have ambition and wealth have ambition and greed طبعا unto you need تبقى لقصة كات مشهورة بتموحها وصبوتها three unto you was going to space on the same train with rassandel طبعا going to stvelso paris zenda london طبعا antonite كان مسافرة في نفس القطر رايحة إلى مدينة estrelso طبعا she was the guest of the duke duke michael invited her to the coronation قددرت duke michael وكان عزيم هتروح تحضر التتويق فطبعا قد رايحة إلى العاصمة estrelso number four george fezerly where could add this piece george fezerly كان يعمل في the embassy in stvelso embassy in bares embassy in london embassy in danda george يا جماعة كان شغال في السفارة للباريس طبعا تبق embassy in bares number five duke michael had some illegal ambitions do you agree why why not duke michael كان عنده طموحات غير مشروعة موافق ولا لماذا طبعا الاجابة i agree duke michael had some illegal ambitions he wanted to be the king he wanted to be the king although he didn't have the right to be the king كان عايز يبقى الملك although بالرغم he didn't have the right مالوش الحق مالوش الحق ان يبقى الملك number six having a high position in society is a double aged women اما يكون عندك منصف في المجتمع ده سلاح زو حدين اكسب لين according to the rassendals عايزين نشرح الكلام ده من خلال عيلة rassendals طيب معروف يا أولاد ان عيلة rassendals فيها رادول راسندل وروبرت راسندل رادول راسندل يا جماعة ما بيشتغلش بحب الحياة السهلة وبيعتقد ان الفرص هي المسئوليات اما اخوه روبرت يا جماعة روبرت راسندل ده راجل كان لورد بيرلسدون رئيس مدينة بيرلسدون وطبعا كان عنده منصب والمنصب دي له مسئوليات طيب نقول الكلام ده ازاي رادول في راسندل عندوش اي مسئوليات ده كان مبدأه هي المسئوليات اللي خلى رادول في راسندل يقبل الوظيفة يا جماعة ويشتغل مع السيف جاكوب الاجابة ونضيف عليها ونقول كان عايز يرضي روز زوجة أخي طيب الجزء البقى يا جماعة حوالي ثلاث exercise بإذن الله أنتوا اللي هتعملوهم وروا فيها أي سؤال يا بيت تكلموني على الواتس الخاص بيا أو على الجروب